مادة قصيرة ولكنها ربما بلغت الأهمية نعم مهمة وعميقة وهي ذات العبارة نص عليها حتى في الإعلان الدستوري وهو حضر إنشاء محاكم استثنائية وهنا نفرق بين المحاكم الاستثنائية والمحاكم الخاصة المحاكم الخاصة عندما يقرر مجلس على القضاء تخصيص محكمة معينة لنظر في نوع معين من الدعاوة مثل الدعاوة مثل الهجرة غير شرعية أو دعاوة المرور أو الأحداث أو غيرها هذه محاكم خاصة تطبق ذات القوانين أما المحاكم الاستثنائية فهي تطبق قوانين خاصة بها وهنا حضرت يعني كان مثلا هناك لدينا تجربة في ليبيا في النظام السابق عندما تم إنشاء محكمة الشعب أو ما يسمى محكمة شعب وصدرت قوانين خاصة بمحكمة الشعب وهذه قضاء استثنائي محظور وفقا لمشاريع الدستور وبالتالي لا يجوز استحداث قضاء استثنائي غير القضاء العادي للنظر في أي دعاوة كانت